بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة وطلبات الصفة الثاني الاعدادي اهلا بكم معي النهاردة في شرح نص جديد من النصوص المقررة علينا في الترمي الاول وهو نص سيناء ارض الفيروس النص للشاعر يوسف خليف الشاعر يوسف خليف هو شاعر مصري معاصر ولد في عام 1923 بالاسكندرية ولد بالاسكندرية وتخرج من كلية الاداب وتخرج من كلية الاداب وحصل على جائزة الملك فيصل في الاداب وجائزة الدولة التقديرية له دووين شعرية وهي نداء القمم ومواقع النجو يبقى احنا عندنا الشاعر بتاعنا النهاردة يوسف خليف هو قائل النص هو شاعر مصري معاصر وجنسية الشاعر مهمة جدا ان احنا نكون عارفين هنقرأ في البداية النص سيناء عروس بدوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية سيناء تميمة وادي النيل تعود الى صدر الوادي سيناء تعود وساق النور يسب قؤوس الاضواء وحمام ابيض نصل النور يرف رفو بين الاحياء وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه السحراء وطيور خضر فوق الافقي تحيي ذكرى الشهداء وغناء فوق شفاه الحور يحيي اغلى الاسماء داكن بالنسبة للنص بتاعنا النص طبعا زي ما انتم شايفين الشاعر بيكلمنا في النص عن حبه الشديد لسيناء وببين لنا طبعا مظاهر جمال الطبيعة في سيناء ببين لنا مظاهر جمال الطبيعة في سيناء فطبيعة سيناء جميلة واحنا طبعا عارفين ان ارض سيناء ارض صحراوية لكنها مليئة بالسروات الطبيعية كما يبين الشاعر المكانة العظيمة التي تتمتع بها سيناء في قلوب المصريين ومدى فرحة المصريين بعودة سيناء بعد حرب اكتوبر وبعد العبور العظيم في حرب السادس من اكتوبر طيب احنا الوقت هنشوف معاني الكلمات بالنص سيناء عروس العروس هي الفتاة او المرأة في ليلة عرسها وطبعا هو خاص الشاعر المرأة في ليلة عرسها لان المرأة او الفتاة في ليلة عرسها بتكون في اجمل صورة بدوية بدوية اي من البدو وضد بدوية حضرية ودول سكان البدو سكان استحاري اما الحضر فهما سكان المدن سيناء خيول وخيول جمع من فضى خيل وهو الفرس او الحصان عربية أي أن سيناء انتماؤها عربي أصير فهي جزء لا يتجزأ من مصر وليست لإسرائيل فيه شيء سيناء حمامات وحمامات عندنا جامع مفردة حمامة وبيض جامع أيضا الوصف منها بيضاء مفردها بيضاء وسنابل قمح السنابل مفردها سنبلة والسنبلة هي نبتة القمح قبل الحصاد هي لازلت في الأرض قمح اللي هو نباتة القمح الزهبية أي تأخذ اللون الأصفر الزهبي الجميل وجداول من عتر رقراق جداول أيضا جمع ومفردها جدول والجدول هو مجرى مائي صغير أصغر من النهر من عتر العتر هو الرائحة الطيبة رقراق أي متحرك ولامع فوق ضفاف ضفاف جمع ومفردها ضفة وضفة هي جانب النهر جانب النهر ضفتين نهر يعني جانب وردية أي ذات اللون الوردي لكسرة الورودة الموجودة بها فيتأخذ اللون الوردي سيناء مناجم مناجم جمع أيضا مفردها منجم والمنجم هو آآ مكان استخراج المعادن النفيسة مثل الزهب والفدة وغيرها فيروز الفيروز هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة آآ هو يأخذ اللونين الأخضر والأزرق وكنوز كنوز أيضا جمع مفردها كنز والكنز هو المال المدفون أو المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الصدفة وكنوز عقيق العقيق هو نوع أيضا مثل الفيروز من أنواع الأحجار الكريمة ومفرده عقيقة وججم على أعقة سحرية بمعنى جذابة سيناء تميمة وادي النيل تميمة التميمة هو ما يعلقه الإنسان في صدره لدفع الحسد أو ليبنى عنه الحسد أو هو ما يتبرق به الإنسان وادي النيل المقصود بوادي النيل مصر الحبيبة تعود أي ترجع تعود إلى صدر صدر بمعنى حضن الوادي المقصود به مصر سيناء تعود أي ترجع وساقي مفرد كلمة ساقي مفرد ولا يقوم بإرواء الناس ساقي مفرد وجمعها سوقا النور وساقي النور يصبه بمعنى يملأ كؤوس الكؤوس هي الأكواب المملوئة الأضواء جمعه مفردها ضوء وهو النور وضده طبعا الضلع وحمام أبيض مثل النور يرفرفه معنى يرفرف أي يبسط جناحيه بين الأحياء أي بين الناس وغصون من شجر الزيتون غصون جمع ومفردها غصن وهو فرع الشجرة من شجر الزيتون وكلنا نعرف أن شجر الزيتون يرمز به للسلام تغطي وجه الصحراء معنى تغطي يعني تنتشر على وجه الصحراء على أرض سيناء وأنها أرض صحراوية وطيور خضر يعني طيور لونها أخضر فوق الأفقي والأفقي هو ما يراه الإنسان على مرمى البصر تحيي بمعنى تخلد تحيي ذكرى الشهداء تخلد ذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن ومفردها شهيد وغناء هو ما يتغنى به الإنسان فوق شفاه شفاه جمع مفردها الشفاه والشفاه هي الأفواه الحور هو النساء الجميلات الحسنوات زوات العيون الواسعة واللون الأبيض يحيي أغلى الأسماء يحيي بمعنى يخلد أيضا زي ما قلنا أغلى يعني أحب وأسمن الأسماء المقصود بها اسم سيناء الحبيبة ده بالنسبة لمعاني الكلمات الموجودة بالنص دلوقتي إحنا هتناول النص بالشرح هناخد بيت بيت عشان نبقى مركزين ولو جلنا بيت أو بيتين في الامتحان نبقى عارفين إحنا نشرحهم إزاي طبعا في البيت الأول بيقول لي سيناء عروس بدوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية الشاعر في البيت الأول بيرى جمال سيناء في الفتيات البدو الحسنوات الجميلات يبقى الشاعر بيرى جمال سيناء في فتيات البدو الجميلات الحسنوات سيناء خيول عربية كما أن الشاعر بيرى عروبة سيناء في خيولها العربية الأصيلة البيت الثاني سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية يرى الشاعر أن سيناء هي رمز للسلام وذلك من خلال الحمام الأبيض الجميل الذي ينتشر فيه سماء سيناء كما أنها أيضا رمز للخير يبقى سيناء رمز للسلام من خلال حمامها الأبيض الجميل وهي رمز للخير من خلال سنابل القمح التي تملأ أرضها فالقمح هذا خير وهو مصدر لإطعام الناس هذا القمح الذي يأخذ اللون الزهبي الجميل الذي يتماشى مع لون رمالها الصفراء وسيناء أيضا جداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية كذلك يشبه الشاعر سيناء في صفقها ونققها بجداول المياه الجميلة التي تتحرك فيها المياه ببطء هذه الجداول كأنها مملوئة بعطر وليست مملوئة بمياه لماذا؟ لقصرة الورود المنتشرة على ضفاف هذه الجداول فلقصرة هذه الورود انتشرت رائحتها الطيبة فأصبحت وكأنها يجري بها عطر وليس ماء سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية يواصل الشاعر حديثه عن سيناء الحبيبة وعن الخيرات الموجودة بها فيقول أن سيناء مليئة بالصروات الطبيعية سيناء مليئة بالصروات الطبيعية فهي مليئة بالمناجم مناجم الفيروز ومناجم العقيق وهذه المناجم التي يستخرج منها المعادن السمينة والنفيسة مثل الزاب والفضة وكما هي أيضا مليئة بالأحجار الكريمة كالفيروز والعقيق التي لها لون جميل وجزاب سيناء تميمة وادي النيل هذا البيت يدل على المكان العظيمة التي تتمتع بها سيناء في قلوب المصريين فهي لمكانتها العظيمة فكأنها هي التميمة التي يتبرك بها المصريون أو التميمة التي تدفع عنهم الحسد سيناء تميمة وادي النيل وقد عادت إلى حضن أمها الحبيبة مصر بعد انتصار المصريين في حرب أكتوبر المجيدة سيناء تعود وساقي النور في الأبيات التي تلي البيت الخامس بيتحدث الشاعر عن مظاهر احتفال المصريين بعودة سيناء إلى مصر الحبيبة من البيت السادس إلى البيت الأخير قل لها مظاهر احتفال بعودة سيناء فيقول الشاعر لقد عادت سيناء المباركة إلى حضن أمها مصر والتي استقبلتها الأم بلهفة وشوق كما تستقبل الأم ابنها وقد تحقق هذا النصر وغلبت الفرحة وغمرت قلوب المصريين غمرت الفرحة قلوب المصريين بهذه العودة المباركة وبسبب هذه العودة المباركة حلق الحمام الأبيض الذي يجبه النور في سماء سيناء محتفلا أيضا تعبيرا عن فرحته بالنصر كان الحمام الأبيض الجميل يرفض في سماء سيناء تعبيرا عن هذا النصر العظيم تعبيرا عن فرحته بعودة سيناء كما أن غصون الزيتون غطت وجه الصحراء في سيناء فأصبح وهي ترمز بالسلام فكأن السلام أصبح يعم أرض سيناء كلها بعد أن انتصرنا في حرب أكتوبر امتلأت السماء أيضا بالطيور الخضر ليس الحمام الأبيض فقط وإنما طيور خضر جميلة وكأن في حواصل هذه الطيور أرواح الشهداء وكولوا تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فالشهداء دائما أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر هذه الطيور الخضر هي التي تملأ أسماء سيناء هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وفي سبيل عودة سيناء الحبيبة إلى مصر من مظاهر الفرحة أيضا أن تغنت النساء الجميلات البيضوات بأجمل الأغاني وأعزبها النساء الجميلات تغنوا بأجمل الأغاني احتفالا بعودة سيناء وأعزب الأغاني وهذه الأغاني وكلها كانت في حب سيناء التي هي أغلى الأسماء ده بالنسبة لشرح البيت بتاعنا النهاردة هنشوف دلوقتي معاني إحنا أخذنا المعاني هنشوف مواطن الجمال المهمة بالنص أهم مواطن الجمال الواردة بالنص هو طبعا في البداية بيقول لي سيناء عروس بدوية سيناء عروس بدوية إحنا بصينا في البيت الأول هنفض مواطن الجمال في بيت دي سيناء عروس بدوية هو الشعر هنا شبه سيناء في جمالها طبعا والجمال طبيعتها بالعروس البدوية وقلنا له العروس بالذات لأن الفتاة بتكون أجمل ما تكون في وقت عرسها وده يحي طبعا بشدة جمال سيناء ثم يقول للشعر سيناء خيول عربية هو هنا شبه سيناء بالخيول العربية في أصالتها بين كلمة بدوية وعربية إقاع موسيقي تطرب له الآزام سيناء حمامات بيض برضو هنا تشبيه لسيناء بالحمام الأبيض في وجه الشبه الهدوء في الهدوء وأنه يرمز للسلام سيناء بلقمحة زهبية هو شبه هنا برضو سيناء بسيناء بلقمحة زهبية وفرت خيرها وكسرت خيرها هذه السنابل ذات اللون الأصفر الجميل الذي يتماشى أو يلائم لون رمال سيناء حمامات بيض وسنابل قمحة زهبية الشعر هنا مزجة بين لون الحمام الأبيض المحلق في سماء سيناء وبين اللون الزهبي الجميل الموجود في سنابل القمح وعطانا هذا لوحة بديعة تبهر الناظرين ثم يقول الشاعر وجداول من عطر رقراق تصوير لمياه الجداول يعني تشبيه لمياه الجداول في صفاها ورائحتها الجميلة بالعطر يبقى شبهة هنا الجداول جداول المياه في صفاها ورائحتها الجميلة بسبب انتشر الورود عليها طبعاً زي ما قلنا بالعطر كما أن الجمع في كلمة جداول يفيد القصرة الجمع في كلمة جداول يفيد القصرة ثم يقول الشاعر فوق ضفاف وردية فوق ضفاف وردية ده تعبير يدل على قصرة الورود ذات الرائحة الطيبة المنتشرة على ضفاف هذه الجداول سيناء مناجم فيروز هنا تصول سيناء في قصرة خيراتها وصروتها بالمناجم وهذه المناجم بما تكون مملوقة تكون مملوقة بالمعادن والحجار الكريمة وده طبعا يوحي بهمية سيناء وعظمتها وكصرة خيراتها وأنها ملئة بالسروات الطبيعية وكنوز عقيق سحرية وكنوز عقيق سحرية تصوير لسيناء في تعدد تصوير لسيناء في تعدد سرواتها الطبيعية بالكنوز السمينة والعظيم كلمة مناجم وكلمة كنوز هي نكرة تفض التعظيم وجمع يفض الكصرة هي نكرة ليس بقى ألف ولام زي ما احنا شايفين فهذه النكرة تفض التعظيم أن النكرة يأما تفض التعظيم أو التحقيق فهي هنا تفض التعظيم وهي جمع يفيد الكصرة إذا نزلنا إلى البيت فإننا نرى في بداية الأبيات الشعر يقول سيناء عروس بدوية فأيهم أجمل إذا كنا سيناء عروس بدوية أم إذا كنا سيناء فتاح بدوية طبعا زي ما احنا شايفين كلمة عروس أجمل من كلمة فتاح لأن كلمة عروس تدل على الفرح أن العروس تكون في فرح أكيد دائماً العروس تكون يصحبها الأفراح فكلمة عروس تدل على الفرح والزينة والجمال العروس تكون دائماً متزينة ومنظرها جميل وشكلها جميل وجذار ثم يقول الشعر بعد ذلك في مواطن الجمال سيناء تميمة وادي النيل في البيت الخامس سيناء تميمة وادي النيل هنا شبه الشعر سيناء بالتميمة وأن التميمة هي ما يعلق في الصدر دفن حسن وده طبعا التجبيه ده بيوحي بأن سيناء لها منزلة عظمة في قلوب المصريين تعبير يدل على أن سيناء لها مكان عظمة في قلوب المصريين سيناء تعود إلى صدر الوادي سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي قلنا صدر يعني حضن الوادي له مقصود بهمس وشبه هنا سيناء بالطفلة التي ترجع وتعود إلى صدر أمها من أمها؟ ميسر وطبعا تتلقاها أمها في شوق ولهفة وده تجبيه طبعا بيوحي بأن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر ساقي النور هنا ساقي النور الساقي هو الذي يكون بالإرواء فمن يشرب النور؟ هنا الشعر شبه النور بشراب يشرب أو يسقى شبه النور بشراب يسقى ده يوحي طبعا بمدى الفرحة فرحة المصريين بالانتصار في حرب أكتوبر يسق بكؤوس الأضواء هنا شبه الشعر الأضواء بشراب تملأ به الكؤوس شبه الشعر الأضواء بشراب شبه الأضواء بشراب يملأ الكؤوس أو تملأ به الكؤوس ده برضو يوحي بمدى الفرحة الشديدة التي تغمر المصريين بعودة سيناء حمام أبيض مثل النور هنا شبه الحمام بالنور حمام مثل النور شبه الحمام بالنور في ايه؟ ايه وجه الشبه؟ في النقاء ده يوحي بجمال الحمام يرف رفو بين الأحياء ده تعبير جميل يوحي بانتشار الفرحة والسلام بين ربوع سيناء وبين الأحياء في سيناء الحبيبة بعد الانتصار في حرب أكتوبر تغطي وجه الصحراء ايه اللي كان بتغطي وجه الصحراء؟ غصون الزيتون فده تصوير للصحراء بإنسان له وجه هو الصحراء ليست إنسان لكي يكون له وجه ولكنه شبه الصحراء بإنسان له وجه وده تعبير طبعا بيبين مدى السلام اللي عم سيناء بعد انتصارنا في حرب أكتوبر بعد الانتصار في حرب ايه؟ في حرب أكتوبر عم السلام سيناء كلها طيور خضر تحيي ذكرى الشهداء تصوير للطيور الخضر بأشخاص يحتفلون طيور خضر وتحيي الطيور لا تحيي ولكنه شبه الطيور بأشخاص يحتفلون بعودة سيناء وبذكرى الشهداء يحتفلون بعودة سيناء وذكرى الشهداء غناء فوق شفاه الحور ده تعبير طبعا برضو يدل على سعادة النساء بالنصر وبعودة سيناء وأنهم أنشدوا الأنشيد الجميلة فرحين بعودة سيناء وكأنهم مثل الحور العين في الجنة يحيي أغنى الأسماء ده تعبير يدل على أن سيناء لها منزلة عظيمة في قلوب المصريين الشعر هنا جمع بين حمام أبيض وبين غصون الزيتون وكلنا يعرف أن كلهم يرمز إلى السلام وجمع الشعر بينهما ليؤكد الرغبة الصادقة في نشر السلام أن هناك رغبة صادقة في نشر السلام قول الشعر ساق النور وقوله يسبق قوس الأضواء وقوله حمام أبيض يرفرف بين الأحياء وطيور خضر تحيي ذكرى الشهداء كلها إذا نظرنا إليها نرى أنها مشاءة تملأها الحركة كلها حركة وبهجة ساق النور يسبق قوس الأضواء حمام أبيض يرفرف طيور خضر تغني وتحيي ذكرى الشهداء كلها مشايد فا حركة وبهجة وفرح وكلها ألوان جميلة وبراقة تدل على مدى جمال سيناء وروعتها كما أن الشاعر بيسجل لنا في النهاية أن المشهد كله أصبح كل المشهد كله باحتفال سيناء أصبح عبارة عن غناء من أجمل أغاني الأسماء تغنت بها الفتيات الحسنوات وهو اسم سيناء التعبير بالأفعال المضرعة كما نعرف كلها في الأبيات تدل على التجدد والاستمرار باستحضار الصورة أما إذا كان هناك أفعال ماضية إذا كان يوجد فالأفعال ماضية تدل على السبوت والتحقق تكرار كلمة سيناء وده سؤال مهم جدا لماذا قرر الشعر كلمة سيناء في النص؟ فتكرار كلمة سيناء في النص يبرز خيرات سيناء التي تتمتع بها وما تتمتع به من كنوز ومناظر طبيعية وتأكيدا لمكانتها في قلوب المصريين يبقى تكرار كلمة سيناء بيبرز الخيرات التي تتمتع بها سيناء ويبرز مدى مكانة مصر في قلوب المصريين مكانتها في قلوب المصريين طيب إحنا دلوقتي هنشوف بعض التدريبات على النص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتابع دلوقتي حل تدريبات نص سيناء أرض الفيروس السؤال الأول ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة حصل الشعر يوسف خليف على جائزة نوبل في الأدب غلط لأنه لم يحصل على جائزة نوبل وإنما حصل على جائزة الملك فيصل عادت سيناء الأحضان الوطن بدماء الشهداء صح سيناء الغالية حباه الله بالكنوز الفيروس والعقيق صح الحمام الأبيض وغصون الزيتون يرمزان دائما للسلام صح امنع الفراغات في المخطط التالي من صفات سيناء النهى جميلة كالعراز البدوية أرض مباركة وعصيلك الخيول العربية وجداولها المائية لها رائحة طيبة وكأنها جداول من العطر السؤال الثاني قال الشعر سيناء عروس من بدوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية وجداول من عطر الرقراق فوق ضفاف وردية اختر واحد مضاد بدوية حضرية مفرد ضفاف ضفة جمع عطر عطور والأعطار كلهم سواب تتميز سيناء بطبيعة ساحرة وضح ذلك من خلال شرح الأبيان هنقول سيناء جميلة لأن هنا هو طالب مني شرح الأبيان سيناء جميلة ويظهر جمالها في النساء الجميلات البدويات وسيناء عربية أصيلة ويظهر الشعر أصالتها في خيولها العربية الأصيلة كما أن سيناء مثل الحمام الأبيض الجميل في هدوئه كما أنها بذلك رمز للسلام لأن الحمام رمز للسلام وهي أيضا رمز للخير من خلال سنابل القمحة الزهبية الجميلة التي تملأ أرضها وجداولها المائية الجميلة التي تنتشر على ضفافها الورود الجميلة حيث تعطي رائحة جميلة لمياه الجداول فصارت وكأنها جداول من عطر وليس جداول من الماء ما الجمال في قول الشعر؟ سيناء عروس من بدوية شبه الشعر سيناء بالفتاة في ليلة عرسها وهذا يدل على شدة جمالها أكمل بدوية وعربية بينهم إقاع موسيقي تطرب له الآزان السؤال الثاني سيناء مناجم فيروز وكنوز عقوق سحرية سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي اختار واحد المراد بصدر حضن مفرد مناجم منجم جمع تميمة تمائم بما يصف الشعر سيناء في البيتين بأنها أرض غنية بالصروات الطبيعية فهي مليئة بالمناجم التي يستخرج منها المعضن الطبيعية والأحجار الكريمة مثل الفيروز والعقيق كما أنها أرض مبارقة ولا مكان عظيم في نفوس المصريين فهي التميمة التي يتبرك بها المصريون وقد عادت إلى حضن أمها مصر واستقبلتها مصر بلهفة وشوق وذلك بعض النصار المصريين في حرب أكتوبر المجيدة ما الجمال في قول الشاعر مناجم فيروز وكنوز عقيق؟ هذا التعبير يدل على كسرة خيرات سيناء وأنها أرض مليئة بالخيرات أكمل الجمع في مناجم وكنوز يفيد القسرة وتنكرهم طبعا يفيد التعظيم تكرار كلمة سيناء في البيتان السابقين يدل أو يفيد شدة حب الشاعر وشدة حب المصريين لها ويدل على قسرة خيراتها أيضا الطيور تحتفل بذكرى الشهداء اكتبهم محافظة البيت الذي يدل على هذا المعنى وطيور خضر فوق الأفقي تحيي ذكرى الشهداء السؤال الثالث سيناء تعود وساق النور يصب قوص الأضواء وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء المراد بكلمة يرفرف يطير ولا يحلق كلاهما سواب مضاد الأضواء الظلمات جمع ساقي سوقها كيف عبر الشاعر في البيتان عن فرحته بعودة سيناء حيث انتشر النور احتفالا بعودة سيناء وانتصر النصريين في الحرب المجيدة حرب أكتوبر وأصبح الحمام الأبيض ينتشر في سماء سيناء يرفرف كل مكان فرحا بهذا النصر العظيم وفرحا بهذه العودة المباركة لسيناء إلى حدن أمها نصر من الجمال في قول الشاعر حمام الأبيض مثل النور شبه الشاعر الحمام الأبيض بالنور وذلك في الصفاء والنقاء وهذا يدل على شدة جمال هذا الحمام أكمل التعبير بالفعل المضارح في تعود ويصب دائما التعبير بالفعل المضارح يدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة قال الشاعر وغصوله من شجر الزيتون يغطي أو تغطي وجه السحراء وطيور خضر فوق الأفقي تحيي ذكرى الشهداء هاتما يلي مرادف الأفقي هو منتهى امتداد البصر مضاد تغطي تغطي هنا ممكن يبقى هو عايز الضام تكشف أو توظهر أو تنتشر تنحسر لو احنا قلنا تغطي معناها تنتشر جمع الصحراء الصحوري رسم الشاعر في البيتان لوحة فنية رائعة تعبر عن الفرحة والسلام معا والاحتفاء واضح ذلك فبالفعل البيتان السبقان يعبران عن الفرحة والسلام فالتعبير عن السلام أنه بعد انتصار النصريين في حرب أكتوبر أصبحت أشجار الزيتون تغطي كل جزء من سيناء وأشجار الزيتون دائما تعبر عن السلام فالسلام أصبح يغطي سيناء كلها بعد الانتصار وفي تعبير عن الفرحة وزن في قول الشعر وطيور خضر حيث تحتفل الطيور الخضراء بعودة سيناء إلى حضن أمها مصر فطارت وملأت الأفق أو سماء سيناء كلها احتفالاً وإحياءاً لذكرى الشهداء الذين قدموا أروحهم فداءاً للوطن وفي سبيل عودة سيناء الحبيبة من الجمال في قول الشعر تحيي ذكرى الشهداء شبهها الشاعر الطيور بأشخاص تحتفل وتحيي الذكرى كيف يمكن استثمار خيرات سيناء لصالح الاقتصاد المصري وأن سيناء أرض مباركة مليئة بالخيرات الطبيعية مثل مناجم الفيروز والعقيق الموجودة بها وزي المناجم التي يستخرج منها المعادن النفيسة مستذاب والفضة وكذلك الأحجار الكريمة من عقيق وغيره كل هذه الأشياء ممكن أن تستفيد بها مصر لصالح الاقتصاد المصري ولزيادة الدخل القوم آآ بكده آآ نكون آآ شرحنا درس سيناء أرض الفيروز أتمنى أن احنا نكون فهمنا النص بتاعنا النهاردة وقابلكم إن شاء الله في نص آخر من النصوص المقررة علينا في الصف الثاني الإعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته